اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد براين هوك الممثل الخاص لشؤون ايران كبير مستشاري وزير الخارجية للسياسات بوزارة خارجية الولايات المتحدة الامريكية وذلك على هامش ورشة السلام من اجل الازدهار المنعقدة بمملكة البحرين وخلال الاجتماع عبر معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الراسخة مع الولايات المتحدة الامريكية الصديقة والتي ترتكز على اسس من الاحترام والثقة المتبادلة والتنسيق المشترك حيال كافة القضايا والارادة الدائمة للمضي قدما بالعلاقات الثنائية لآفاق ارحب على مختلف الاصعيدة السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية وغيرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وثمن معالي وزير الخارجية الجهود الحثيثة والمتواصلة للولايات المتحدة الامريكية الصديقة من اجل ترسيخ الامن وارساء السلام في المنطقة والتصدي للممارسات الايرانية غير المسؤولة وانتهاكاتها المتكررة لكل القوانين والاعراف الدولية ودعمها للعنف والارهاب والجماعات الارهابية ومحاولاتها لعرقلة امن وسلامة حركة الملاحة البحرية وزعزعة الامن والسلم الدوليين ومؤكدا معالي تضمن مملكة البحرين مع هذه الجهود المقدرة مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لاجل حفظ الامن والسلام في المنطقة والعالم ونوها معالي وزير الخارجية بحرص الولايات المتحدة الامريكية على انعقاد ورشة السلام من اجل الازدهار والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين ومساعيهما الهدف لكل ما فيه خير وتقدم دول المنطقة ودعم التنمية وتعزيز الاستقرار لشعوبها من جانبها عرب سعادة السيد براين هوك عن سعادته بلقاء معالي وزير الخارجية مؤكدا حرص الولايات المتحدة الامريكية على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات معبران عن تقديره للدور الملموس لمملكة البحرين في حفظ الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب بالمنطقة متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والرخاء